خلاص عملنا الرن للمنف اول سؤال هنسأله نفسنا هطلع النتائج ازاي وايه دلي انتوا عوزينوا بقى اول حاجة بطلعها من المنف اي نعم ان الدفليكشن في الساب في كلام كتير وان هو بحسبش لوجة ترمي دفليكشن وان الدفليكشن بتاع مش هي بس هو ده اهم من نتيجة لازم اعملها في اي تصميم ساب دفليكشن بس الدفليكشن اللي مين للفلات ولا للسولد للفلات السولد اصلا انا مضاعف قوطه الواحد من عشرة فاكريين احنا مضاعفين قوط سولد يمع مش هي بص على دفليكشن بتاعه لانه في الاخر في الحقيقة هيشتغل القطاع بعشر جفاقته فالاول بلاطة خمستاشر ستشتغل عليناها سنتي ونصف ولاول بلاطة اتناشر ستشتغل عليناها سنتي واثنين من عشرة فبالتالي الديفليكشن هيبقى مش منطقي عليها فما يشابه تصيره. لكن انا اللي يميني هو بتاعي ايه? وغالبا الديفليكشن بتاع سوليت بيسين. احنا ليه بنعمل الحركة دي اصلا? ان يعني يعني الجرى العرفة على اني. ليه? لان انا بحكم من الاسبان بتاعها بايه? انها ما زيتش على خمسة متر وستة متر ومحكوبها بكامرات داير ما يدور. فده طبعا بيفرق معك دي. فدي الديفليكشن. بحدي كتير جاديد الحشبات كلها من تاني. ان البلاطة العشرين ما تنفعشها فانت عاوز بلاطة اتوين وعشرين. تقول انت حضرتك سممت الاكشنات اللي عندنا على ان البلاطة كان عشرين عيد تاني. مش كده. فدي الورطة. طيب. بعد عملنا واعملنا الاكشنات. اجي على الان? على البيم. الكاميرا. بعد كده عالة تسليح لسلابز. انا عمل الكلام دا دلوقتي مع وقت. طيب انا اول حاجة همص عليها هي دي فليكشن. سيف سيف وكرمو. وبعد كده اجيب الاكشنات واعمل شيء اكسل اللي عندنا. وبعد كده اصمم البيمس وبعد انا اصمم الايه? وكده السعفة بتاعي خرص. كده مش اخرص. ازاي بقى? واحدة 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 بس نقول باسم اللي ارمضة رحيم كده. الاول الاول ملفة عامل رمضة صح? اجيب سري دي كده. جيب سري ده كده. بتاع الشكل بتاعه. هدي خالص من هنا. امر سري دي. واعمل ايه? انت بتهزر بقى. عبارة عن ايه? عبارة عن شكل بتاع البلاط. انا مش ميميني في حاجة. بس انا كل اللي بتفرج عليه هو. لو في كاميرا مش من رجبة على كاميرا. او مش مش رجبة على مش او في مشكلة عندي في الملف. هيزهر عندي هنا انها تتحرك لوحدها. شايفين ان الملف بتحرك انه واحدة ازاي? كانوا مع بعض. لو في كاميرا متسابة هتلاقي تحرك بقيت عن الجوينت. فده دي ميزة الايه? ان انا بتفرج على الشكل. في نصيحة تانية عاوز اقول لكم عليها امر تاني. فاكرين الامر اللي احنا اللي احنا اللي احنا. طيب افرد انا افرد انا افرد انا جيت جيت. لقيت ان انا نسيت وانا بواصل الفريم ببعضيه. وبدل مواصل اتاني كان في مسافة صغيرة انا مخدتش بالي منها فالكاميرا السنوية ما رجبتش كمرة رئيسية. اعمل انا ايه? ولاقيت الحاجة عندي بتتحرك فوق بعضها. افك القفل. افك القفل. واعلم على الشكل كله. انا مش هفك القفل عشان ما نحلش نحله كل شوي. وعلم على الشكل كله. واجي على امر ايديت. واقول له ايديت ايه? بوينت. واختار امر ايه? ميرجي بوينت. اللي احنا اخترناه في المرة اللي فات. واحنا خلناها واحد من عشرة. نخليها كام? خمسة من مية المرة دي. عشان ما تبقاش كبيرة. ما ما توصل لكش البلاطات بضعب ببعض. معي? الموضوع ده مهم. لو انا جيت لقيت مشكلة عندي في ملف الساد. هلعيد ملف تاني? لا فيه خطوة سحرية كده خبيثة بنخش على السابن نعملها. نقول له ايه? لو في نقطة قريبة من نقطة في حدود الخمسة سنتي. وانا نسيت بالغلط ما اركبها لكش. وصله منتا ببعض. معي? فاجي من الامر هنا اعلم عليها كلها. وفوك الافل كل واحد. فوك الافل طبعا. لانا من فاشل تستغل تعدل في الملف لما فوك الافل. من هنا فوك الافل. واديد. اديد بوينت. وخلي الرقم اللي احنا خلناها واحد من عشرة دي خمسة من مية بس. طب ليه ما يخلوش واحد من عشرة هوين فيبقى واحد من عشرة بس خد بالك. احتمال يوصل لك بعض البلاطات ببعض. واحنا مش عاوزين كده. ما هو هيعمل نفس اللي احنا استخدمناه بيا هنا. فانا مش عاوز زيعمل كده. خلاص كده. انا الحمد لله الملف تاقي ما تلاقش عندي مشكلة. اول حاجة هشوف هشوفها منين. شايفين العلامة الفريم اللي مرسوم عليه مومنت ده? ده النتائج بتاعتنا كلها. كليكي على السحي من اللي جنبه كده. ده للجوينت عشان لو انا عاوز صلى على الاكشنان. ده للفريم لو انا عاوز اجيب نتائج القمرات. ده للشلة لو انا عاوز اجيب بتاع بتاع البلاطات. مش عاوزه في حاجة. اجي على الجنبه الاقي فريم حد زقه من على يمين كده. ومكتوب عليه اضغط عليه هو ده بتاع الديفليكشن. اضغط عليه. هو انا بجيب الديفليكشن اللي اني حالة. ووركينج. الالتي من ده للتصميم. الوركينج للديفليكشن فقط. معي? تمام. واقول له هنا ايه? تعالي على درو دي. ارسم لي كنتور. يعني ارسم شكل شكل آآ الي او آآ او آآ او آآ وخليها زد. انتو عارفين اديفليكشن في الزد اكس حتجاي الزد. وقال لنه او كي? هلاقيه طلع لي هنا شكل ايه? شكل ديفليكشن لذيذ جدا جدا. هو امشي كده من هنا كده. طبعا الديفليكشن المكسبان بتاعه فين? في النص. امشي كده على النصة اشوف ايه. وهنا كم? ستة من الف. ستة من الف يعني ستة ميلي. ستة من الف يعني ستة ميلي. ستة من الف انا بديب المتر. هي من ستة بقى يا مفروض ستة علامة تسعة يعني حوالي ايه? سبعة من الف يعني سبعة ميلي. سبعة ميلي. او? شايفين? انا عمالها امشي على نص الباكة او? اقف على البيونتي مسلا. ترعت كام? طيب اطلع قدام شوية كده على على الكندليفر اشوف ها. عليها ايه? ستة وسبعين. من هنا عليها رقم. طيب. طيب السولة مش هبوصلها. هي عليها كبير لانها ضعيفة. عليها كام? واحد من مية. يعني كام سنتي. طيب. لو انا بسيط كده هلاقي ان الميليمم رقم تحت بصور رقم اللي تحت ده. الميليمم عندي كام? واحد من مية. يعني واحد سنتي. بس خد بالك الواحد سنتي دي على الايه? على السولد مش على الفلات. طيب انا عاوز ايه سرعة السولد بس اقول له سلكت. تركزوا معي. سلكت. بروبيرتز اريا سكشن. اقول له ازهر يمين على من بره. اقول له شو سلكتشن قول. واقعد بقى انا قال لي فانا قال اه امشي انا برحتي من غير ما حاجة اتدايقني امشي انا على البلاطة وهطلع كامل ايه? النتائج بتاعتي. طيب انا عاوز ازهر كله تاني اقول له كله يزهر معك تاني. تمام? شوفتوا انا عميلة نقل بالامر ازاي? طيب هناك كام? هناك كام? ستة وسبعين? قولي تمانية ملي. تمانية ملي ده. طيب هو القلوب الكامل? القلوب هو اللونج. العلوب على كام? على بنتين وخمسين. الاسبان على كام? على بنتين وخمسين. طيب هو الاسبان عندي كام? افتح له كده واعرف. هو فين البكيه بتاعتي? مش هي البكيه دي اللي عليها. فين اللي سبان بتاعها? سنتر تو سنتر كده. وقلوا ان الاسبام من هنا لضيط هنا. ايس كده? الكبير مش الصغير. كام? لا. اللي شرط دي في في السولد. في الفلات لا. في الفلات الطويلة. كام? خمسة كام? خمسة خمسة وتمانين. يعني كام? يعني خمسمية خمسة خمسمية خمسة وتمانين على متنين وخمسين. يطلع لي القلاب الكام اتنين سنتي. وانا عندي هنا طريقة كام? تمانية ملي. خدوا بالكم من حاجة. فيه ناس بتقول لك اصل الديفليكشن اللي يجيبه من السابق ضربه في اتنين. عشان يعوض. وفيه ناس ثانية تقول لك ايه? خش خفض الموديفاير بتاع البلاطة. بدل ما هو واحد خليه وقرأ الديفليكشن وارجع عديلها تاني عشان تجيب منها المومنت. بس احنا هناخد اشهر طريقة هي نضرب الرقم اللي جايلي ده في اتنين. انا هشوف اقصى عندي كام? تمانية. تمانية? تمانية ملي صح? اقصى عندي تمانية? تمانية ملي. يبقى واحد وستة من عشرة صندر. اقرره باتنين وتلاتة من عشرة سيف? سيف. كده خلاص البلاطة الحمد لله اللي انا اشتغلتها. تمام. طب انا يا بشبهندس بسرعة كده مش عاوز مش عاوز اسرح في الرسمة. انا عاوز اطلع نتائج. اعمل ايه? اقول او ركز بس سوالي الاول معي. وخلي دي وايد. وايد. وخد وخد الشكل بتاعك ده. شايفين العلامة اللي فوق دي? العلامة اللي فوق دي? ازون بها زي كده. وخد الشكل بتاعك ده. حاجة من الاتنين بقى. هتعمله بامر سنيبينج. سنيبينج. والاطلقة كده. وكتب تحتها هي دي قيمة دفليكشن. والاطلقة من دي كده. وقله دي كنترول اي كنترول سي وافتح نفس الملف الورد بتاعنا لان انا كنت شغال عليه لان انا حطت عليه العامدة. وحط الملف ده هنا كده. واكتب عليه ده ايه? ده على البلاطة. تمام? معايا كده في الطريقة دي عشان الحاجات دي انا طبعا الحاجات دي اتطبع الوان. مش هين ما هتطبعه بيه دوس وديه. عشان تبهين الالوان اللي فيها. طيب انا عاوز طريقة تانية احلى من كده. عشان اقول له كنترول بي. كنترول بي. امر اتباع يعني. او فايل. فايل ايه? برينت. فين برينت هنا? اهو. موجودة وره كمان هنا صح. هنقول له هنا برينت. هيجيب لك على طول ايه? موجودة برا هنا برينت هنا كده او. اضغط كده هيجيب لك او يقول لك اهو. ادي 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 الشكل بتاعك اهو. وتحت كمان هيحط لك كمان الايه? القيم وادي الدي فورمت شبل الحالة اللي اسمها الايه? ملف جميل خالص والعزيز تطبعه معاك. تطبعه ازاي? تعال على دي. وخلي بتاعتك هي البرينتر ايه? البي دي اف. اللي هي المايكروسوفت ايه بي دي اف. دي موجودة في البرينتر يعني دي فورمت عنك. اقول له هنا اوكي? هيقول لك عاوز احفاظها فين يا باش مهندس. هو احنا احنا خلاص عملنا عملنا دي خلاص. اا اقول له بقى من هنا ايه? عامة برينت. اقول لك عاوز احفاظها فين. انا هكون عامل ملف عندي اسمه نوت. دي النوت الحسابية بتاعتي. واحفظ واكتب واكتب زي ما انا بكتب كده. ده ادي بلاش ابراهيم ومحمد والسيد واحد اتنين ثلاثة واي بي سي دي. اكتب الحاجة كويس عشان لما تحوص تدور عليها تلاقيها. ده ادي او الديفليكشن اكتب اللي رياحك الكلمة اللي حاجة. بس تكون للي انت شايفه يعني. ما تكونش بتسمع اغنية في عجباتك كلماتين منها حطيتها على الملف تتدور على حاجة تلاقي نفسك بتلف حوالي النفس. تمام? الموضوع ده مهم. موضوع ده مهم جدا. عشان نعرف بعد كده نطلع نوت حسابية محترم. ادي 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 انا مسميها على الملف اسمه. بعدين سابح كاشر. هلاقي الملف اهو. افتح كده لاقي ملف بي دي اف بيطبع بمنتهى الجمال. افتح ملف. ادي الملف يعمل بي دي اف اهو. طبعا تقيل شوية بس ما هيفتح طبعا. ملف وموجود في ايه نتائج بتاعتك وقيامها وكل حاجة. وادي الماكسوم بتاعك اللي هو كامل اللي هو الواحد سنتي. وطبعا عامل هنا حداشر حداشر طريبة في عشر وسلم تلاتة. تمام? حداشر ميلي يعني. تمام? ده كلام محترم. كده عاملنا اول خطوة عندنا. خطوة دي. بعد كده نجيب الايه? الاكشنات العمدة. ازاي? على نفس الخطوة دي كده. والجوينت. واي حاجة بعد كده غير ديفليشنا بيجيبها ايه? ادي هاي? واقول له خليها يعني خلها لي في شكل رقمي. اقول له هنا ايه? اوكي. هلاقي كتب لي كل عمود عليه الاكشن كام. ممكن اجي من اوبشن. شوف انا اعمال اتنقل بين الاوامر اهو عشان اطلع الشكل اللي انا عاوز لي ليحنا واكبرها شوية كتابا. واقول له بسرعة كده وهي لسه قدام عيني اقول له كنترول بي. وسيفها لي. ودي سمهر الاكشن بتاع اللي عندنا ودي وده ملف هطبعه. ده اكشنات هي قدام ايه? ده ملف هطبعه واقول له برينت. هو. اللي رياحك بقى انا بقول لك الطريقتين. ممكن تعملي بامر اللي هو اللي احنا اللي احنا شجرين عليه. انا بقول لكه اكتر من طريقة بس عشان ايه? انت يعني تتحرك بين الطول. بس طبعا لما بتطلع بتطلع بالكنترول بي بتاعت الساب. بسرعة في توبقى اشك في الشغل يا. اشك لانه بطلع لك الجدول وبيطلع لك اللي ده بتاع الساب. واني حالة تحميله وكده. في صراحة هنصمم انا ازاي? اقول له هنا فايل فايل اكسبورد اكسل صدر الكلام بتاعه صدر اكشنات لاكسل. تعال من هنا سيليكت يكون مختارين وتعال على اني كيس احنا عاوزين بتاعتنا قول له افتر اكسبورد يعني بعد ما يصدره ويفتحه ويفتحه عشان ما يعيش انا ادور عليه. وعلى تعال على جوين وصدر لي هنا ايه? بتاع الراكشنات. في مشكلة كده? اقول له هنا اوكي. خطوة دي سابتة. كلكم هتعملو بقية كان حجم الملف وشكله. تمام? صدر المكان. حط الملف بتاعك في مكان انت عارفه. وتسميه بتشمية محترمة وتعبر عن اللي انت عاوزه. واني ده الكولم. تعال هنا مسميه ايه? سميه هنا ده الكولم. ماشي? احنا انت فانا هتسمي الحاجة بشكل كويس عشان لما احتاجها اعرف ارجع لها. اوكي? سايف كده خلاص. انا اقول له بعد ما تسايف افتح. ممكن الملف عندك ما يفتحش ممكن. احيانا الاكسيل نفسه بيبقى في مشكلة في تعريفه. احيانا النسخة عاوزة اوديت. احيانا يعني بيبقى في اي مشكلة في الملف عندك. ممكن ما تخلوش يفتح. طيب خدوا بالكم الحاجة. ظهر لي العمدان ازاي سي وان لخلت سي تساعتاشر. شكل كويس جدا. هو ده اللي انا احوزه اصلا. بدل ما يقعد ايه يسمى لي واحد خمستاشر ستاشر تركيب. طيب خدوا بالكم الحاجة لما انا بنزل كده بلاقي الخنات اللي فوق دي سابتة واللي تحت بيتحرك صح? اللي فوق ده سيابت وتحت بيتحرك. نا ممكن لغباطني. باجي هنا اضغط ضغطة على الحرف هنا. اول ما فساك ملاس مرضى يزهر. ضغطة لغاية تحت كده. واجه هنا اقول له ايه? اقول له من من فيو. يعني هو مجمد صف معين. خلاص كده هيلغي التجميل. لما انا هطلع وانزل مع الملف بتاعي هطلع وانزل معي عادي جدا. مش كده خاصة. تمام? طيب. الامة دي انا محتاجها في حاجة? لا. دلت. واقف كده من فوق هنا كده. اعلم كله. يمين. تعال على دول. محتاج منهم حاجة. يمين ودليت. سيب دي سيبها. مش مشكلة حسان يبقى اسم الحالة. طبق انت عارف الحالة بتاعتك اللي تعال كده. ضغطة هنا شايفين ضغطة دي? اقف ضغطة كده. طويلة. على حرف. اقف على حرف الواحد ده. مش اقف هنا. لو قفت هنا يختار لي خلية. لو قفت هنا يختار لي صف كل. وكليك يمين وقول له انسيرت. دخلي هنا حاجة. كليك يمين تاني انسيرت. عشان عاوز عاوز ودخلي صفف اكتب فيها. واجه اقول له ايه ده ايه بقى? اكتب انا بقى اقول له كولم. حاجة كده بشكلها كويس. وقول له دي ايه كبر لي حتى دي عشان يبقى حتى شكلها كده كويس ده. وممكن حتى حتى تغير الخط بتاعها لو انت يعني مش عاجبك الخط ده قوي يعني. ايان كان يعني اللي انت عاوزه. اللي رياحك. وليكن بقى مش فرقة معي. واجي اقول له هنا ايه? اجي برضو ايه? ممكن حتى ادخل هنا خليتين كمان. انسيرت تاني. وقول له ده اف سي يو كام? اف سي يو بتساوي متين وخمسين. وقول له هنا ان الاف ده عندي. بتساوي تلات تلاف وستمية. وطبعا يعني راجل مهندس هزي مكتب الواحدة بتاعتي اطلنا على سنتيمتر مربع. قاسف كيلو غرام على سنتيمتر مربع. كيلو غرام على سنتيمتر مربع. كيلو غرام على سنتيمتر مربع عشان شكل الشيت بس. كتابت غلط بس مش مشكلة صح? كنت اكتب اتنين بس بس انت ممكن تعملها من هنا. كده اولي جزاية تعملين. انا كتب انا بكتب برقم اتنين عشان رايح نفسي من خص ومش خص. بس هي لها لها طريقة هنا ورحيك على اللو. وبعدين اجي كده ممكن وجاي ايه? شايفين معلم عليهم معلم عليهم معلم عليهم ومخللونهم مسلا نصفر. والياب. علمت عليهم وغيرت من هنا. من دي. واجي اقول له هنا ايه? ده هنا كان كمان اسمها النمبر. او ممكن تحتها برضو عشان ايه? بنفس كده. اقول له النمبر. عدد الادوار معي. خدوا بالكم من حاجة. لقيت الكتابة خرجت برا. اه فينا واعمل ايه? كده. شايفين لما بحرك كده بيوسع للكتاب. يعني يعني خدتوا بالكم الكتابة كتا عاملة ازاي? كتا عاملة كده. واستعطي لها شوية بشان تظهر يعني. واقول له هنا بيساوي. وقت براكم. من عندي كم? عندي الادوار كام? بستة. بس كده. تمام? ممكن برضو لونهم بنفس اللون او حتى غير لون مش فرقة معي. تعالوا دي نحطها تحتها خط. ممكن تحط حتى تحتها خطين. بزي ما انا اقول لكم ممكن يعني تعملها الشكل اللي يريحك يعني خالص. البرنامج مليان فنتات يعني في كل حاجة. ده مسلا كده ممكن حتى تخير لون بتاع الكتابة بتاعها. نوش عاجبك اللون ده ممكن تخليه ازرق او اي لون تاني. تمام? تمام? موضوع سهل يا. طلعنا على اكشنات. انا محتاج اصمم كطاعات العمدان. اصمم كطاع العمدان ازاي? اجي هنا اقول له ده الاف تلاتة. اللي جاي من السابق صح? اقول له الاف توتل. بتاع المبنى كل بيساوي ايه? بيساوي الرقم ده مطلوب في عدد الادوار اللي هو ده. فيه ضغطة واحدة بس ليه يختار يعني اي ضغطة يعني اقول له اعمل علامة يساوي الاول. يعني بكتب معادنة. وضغط ضغطة على الرقم ده. فيه. علامة فيه اللي في الكيبورد. وضغطة على الرقم ده. انتر يحسب لوحده. تمام? طيب. السؤال بس الاول. هو انا مش عندي نمازج. انا عندي نمازج. يبقى المفروض ان انا قبل ما انا ابدأ اصمم اعمل ايه? ارتب النمازج دي. ارتب النمازج ازاي? الاصغر في الاكبر. فاعلم عليهم كلهم كده. اعلم عليهم تعليم واحدة كده كلهم. بقول له هنا data sort رتب يعني. data sort. رتب. يقول لك صورة باي ايه? بقول له باي الخانة اللي هي فيها الطن. ما فيها طن وتيكست. خدتوا بالكوا تيكست. تيكست طن. بقول له صغير الكبير. اهو اوكي. هل ايه اعمل لي ايه للتابلي الستة لغاية الواحد وخمسين طن. اللي هي لايه? الفرص بتاعته. تمام? واجه هنا اقول له ايه? بالمناسبة انتوا عافين اللي هابيض ده ظهر ليه? احسن من البلطة لون هابيض اصلا. البلطة هو كان مدخل او لون فاتح مش باين اصلا في اللي. لكن لو انا ضغطت كده يعني لو انا ضغطت كده هتلاوها موجودة. بس ما حدش ايه اللي هيبتكر انها اتمسعت ولا حيه. اقول له يساوي. وبعدين اضغط ضغط على الرقم ده واضربه في عدد الادوار. وفي واحد واحد من عشر. ايه واحد واحد من عشر دي? وزن العمود. مش مشكلة ظهر لي. مش انا متعود ان انا لما بنزل بالسهم ده يحسبلي. هو ايه اللي حصل? انزل كده تحت ابص علي ايه? خد الرقم ده ونزل الرقم هنا. ابص على تحته. خد الرقم ده ونزل الرقم هنا. طبعا انا عاوزوا يثبت الستة دي. عشان يثبت الستة دي اي عليها اسمها اي ستة. اي ستة. خدوا بالكم الاخسل بيسمي ازاي? حرف ورقم. الخلية الخلية اللي انا اوقف عليها دي اسمها اي ستة. طبوا الخلية دي مسلا جيه تسعة. طبوا الخلية دي الستة وهكذا تمام? اجعل الخلية اللي اسمها اي ستة دي. وقبل قبل الحرف احط علامة اسمها دولار سين. شفت اربعة. وقبل العلامة شفت دولار سين. قبل وبعد حط ايه? علامة دولار سين اللي هو علامة شفت اربعة. اختصارها شفت اربعة. انتر هو هيعمل ايه بقى? هيثبت لي رقم ستة ده. ايه اللي عمل هو? جي تحت. راح نازل. جي تحت هنا راح نازل على الخانة دي وسبدي زي ما هي سب. تحت هنا راح نازل على الخانة دي وسبدي زي ما هي سب. وهكذا. دي طريقة بتسبب. ممكن انت تعمل ايه لو انت الموضوع الدم داقيق يعني? وكتدرب انت فرقة بستة على طول. معاية? ليه بترك فواحد ونصف? انا اصلا مصدر الحملة التمان. مش محتاج اضربه في واحد ونصف. تمام كده? لو الموضوع دا مدهيكم ممكن نعمل ممكن نعمل علامة يساوي. في ستة في واحد واحد من عشر. اوكي? ومشي الكلام ده على الكل. بس هي الفكرة الحزبة دي في ايه بقى? ارجع تاني كده? ارجع تاني. الحزبة دي مزيتها ايه? اننا لو عاد الادوار عندي بقاهم تمانية هيحسب لوحد. لو بقاهم خمسة هيحسب لوحد. فانا ما قلتش احاير نفسي. لو انت عاود تعمل كده ماشي مش هتفرق. ماشي? كده خلاص طيب. الناس اللي شكلها عشر او اتنشر دور لازم تضرب في معامل لان احنا لسه الحدول دي ماخدناش احمل الريح والزلازل. ايه المعامل ده? قال لك اضربه مبدئا في واحد وربع. يعني لازم تيجي هنا تضرب واحد وربع مدام المبنى بتاعك اكبر من خمس او شط دوار. يعني مدام هتخش معك تأسير الريح والزلازل. فالعمود اللي انت مطلعه ده ما ينفحش يتصمم بس على الحمل الرأسي. مش منطقي ابدا يعني. تمام? فبنضرب هنا في واحد وربع عشان ايه? عوضا عوضا عن الايه? عوضا تعويضا عن الايه? واحد وربع. ده رقم افتراض يعني. وممكن ما تضربش وتخش على قتاب وتحسن الرياحك. طيب. في حتة بس يكون احنا عاوزين نعملها الاول قبل ما نطلع. عشان اطلعت الاكشان بتاع العمود ده كام? اربعين. ممكن ارجع بالقرية مسد وطلع كام? واشوف النتائج بتاعتي قريبة من الصحة ولا لا. عشان يبقى عايد. هو فين الملف بتاعي اصلا اللي انا اكون شغال منه. الملف هو بيجمع هنا. اهو. مش هو ده الملف بتاعي? ادخل اجيب الارية بقى بتاعتي. اجيب الارية بتاعتي ازاي? اقول له بس هنا ليه? ليه اوف. طفي ده كده معناش متاجه في حاجة. تمام? وتعال على كده. اه دي. اوصل بدور كده سنتر في سنتر. بس كده يقوم بقى دي جيل. من هنا كده. بعدين من هنا دي كده. من هنا دي كده. ما هو هو كلها. ما هو حدش يشيلها غير واضح. وامشي بخط كده يعني ايه? يعني قريب الى الايه? الى تسعتاشر تمانية وستين. تسعتاشر تمانية وستين. اضربها في كم? تسعتاشر تمانية وستين. هو احنا واخدين احملنا ازاي? واخدين احملنا ايه? افتح الشيط بتاعنا اللي هو بتاع الكولامر اكشن فاكرينه انتم. ده ده الشيط الاصل المقصر. هو اللي احنا فيه شيء احنا كنا عادنا عملنا مع بعض كده. من هو ده? اه هو ده. فاكرين? مش احنا قولنا بس انا بس انا عاوز هنا ادخل اللايه بلوت متين وخمسين زي ما انا مدخلها هناك. انا احنا مدخلنا اتنين من عشر صح? طيب. الارية عندي كام يا باش مهندس? صحب. الارية عندي احنا كنا مدخلها هنا كام? والعشرين. يطلع الاراكشن عندي كام? حمل العمود عندي كام? كام? لا لا تسيبك من الاراكشن كام عندي? هو انا وانا بلو. واحد ومش. كلمة. انتم انا 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 اتكلم عن ادور واحد. طالع كام عندي? مول فلور واحد ده الكلام مول سافر محصول له ادور واحد. طالع كام عندي? تسعة وثلاثين. طب هو طالع في الساب كام? حد يفتكر. تانجاز. لو لقيت نتائج المانول بتاعتك قريبة من في حدود الخمسة وعشرين فوق او تحت من الحسابات فانت انجازت. مش دي يا ريمسو بتاعتنا? لو انت عملها كده بقى اخدني من النتائج السابعة احصل. اي بتاعتنا نطلع عن النتائج قريب جدا. انا كده الملف بتاعي طميني كتير جدا من عمل الشغل. تمام? هرجح تاني للا انا باشك اعوز اواريكو اقارن احنا 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 اعاوزين كل حاجة نشتغلها نقارن بالنتائج اللي احنا عملناها. فاحنا دلوقتي عملنا الراكشنات. فعاوز اقارن انا بالراكشة. افتح الملف بتاعنا اللي احنا اللي احنا شغالين عليه وراح فينا انا بسح تولي ايه. انا بنمسي مينو ايه? ان شاء الله عليك. صحب الله. حلين ايه? ان شاء الله عليك اعلم بس على دوكتة عشان نلغي الفريز اللي ارغب لكم عنيه. ما عرفش اللي مسح واصل. زي ايه ما اسمع? ان فريز احوز. حلو بس انا عفتح شي تالي ما انا اشغلو عشان ما اقولش اعمل بس نفس الكلام تاني. قلو هنا انتو سعين وكلو والله ما ايه فرق. انا انا سيت سيف الملف والله. يعني انا انا فتحت ملفاته اربعة دي كتير فانسيت سيف الملف. لكنه طبعا الصح ان هو انتو سيفه ملفاتك على طول. لو نسمع خلاص هيرجع على وضع القديم. هدي امتين وخمسين. امتين وخمسين. ثلاثتلاف وستمية. واقول له هنا دي الف توتل. اف توتل. واقول له ده بيساوي الرقم ده. في واحد واحد من عشرة. في الرقم اللي المفروض نحطه هنا. اللي هو اسمه النمبر. هي والله هو انا هي اخدعك. هي والله. اه ام هي الارقام طلال اول مرة مش رأت ذات انا خلقهم مش مهم. هي. داتا داتا سورة. انا بقى عمل بس الحاجات اللي انا عملتها بكده بسرعة من غيركو يعني. كي تر NY. انا نرى Bry asset à a afta. ما زال IS a dł LanguageISSORM علي هي انا زي احضر معجزة. داتا سورة. اذا appears اوهم المفروض النصدر. وعلى الليل وهو نحط لك. نعم الليل Amb THAT طيب. بس ليه وحده ليه خدتيها واحده مصر? انا كنت يعني مخال معايا البذكرات القبلي كده فلاقيت انا كده كده يعني لاجهتش اشتري بس ملف السبع الجديد اللي انا عمله وتاوي القديم. خليه زي هو كده. بس ما نتابش نفسي. طيب نركز بقى موقع تاني. خلاص كده احنا رجينا للملف الاصلي بتاعنا خالص. تمام ما هو? تمام. جبنا ايه في توتل? جبنا ايه في توتل ازاي? ضربنا الحمل اللي جاي من الساب في واحد واحد من عشرة في عدد الادوار. تمام كده? بعد كده اقول له ايه? انا عاوز بعد كده الملف اسمه لايه? الاريا كونكريت وحدتها بسنتيمتر مربع. تمام? اقول له دي بتساوي ايه? الرقم ده فاكرين في الف على مية وحداشر واثنين وستين. قلنا ده جيب نين? جبنا من الحزبة بتاعة النلبي بيساوي تلاتة خمسة في سيو في الاريا كونكريت زيت ستة سبعة. تمام? تمام كده? حسبناها كده تنزل كلها تحت. تحسب كلها زي مية تحت. طيب بعد كده اقول له ايه? فين البي? والبي بالايه? بالسنتيم. وافرضها كام? تلاتين? تلاتين. وكرر التلاتين دي على كل. تمام? في مشكلة كده? بعد البي يحسب لايه? الدي او التي زي ما انتو عاوزين. عبارة عن ايه? عبارة عن الرقم ده على الرقم ده. يطلع يطلع هنا المقاس البعد التاني بتاع العمود. طبعا. خدوا بالكو بقى من حاجة. فين سي تمانية ده? فين سي تمانية ده? فين سي تمانية ده? لا لا احنا احنا قدرنا نقسمي تاني. هدي البي. بس ادي الابل. وخلي. انا اقول لك. عاوزين هو يختار الابل بتاعت العمودان. حد الصباطاط بس. ممكن حد الصباطاط بس. اقول هنا سيليكت. سيليكت. لا بصوا. اسايمينت. ايه اسايمينت? عشان عامل بيعين? احبز الصباطاط بس. هنا سيليكت. سيليكت ايه? اول تحتها بقى. تحتها. اسايمينت. واختار ايه? سيليكت. سيليكت. كليك كيمين? انا اخترت بس XML. اختارهم لو مات لوهها. وتعالي على صحة كده اظهر لي BETAعته. كان فيه طريقة تانية. وان انا اخش احد المميزات المحترمة ان انت بتدخن كل حاجة مرحلة لوحها من امر هنا سيليكت في حاجة اسمها هنا سيليكت جروب هتلقوا ده الجروب الاولين اللي فيه الايه? الجروب التاني اللي فيه الكاميرات ده الجروب التات اللي فيه السف ده الجروب الرابع اللي فيه الايه? البلاطات. لو انت اخترت وحتلقى اختاروا الوحدود. فين سيه تمانية ده? سيه تمانية اللي هو العمود ده. العمود ده. لو احنا كنا فرضين واقل من كده المفروض نرجع انا اعدل تاني. طيب. انا هشتغل ازاي الكلام ده? انا هشتغل بالنماذج. خلاص هقول افترض الاول احنا هقولنا مبدئيا كده. اخد النموذج. اول نموذج تلاتين في خمسين والنموذج تلاتين في ستين وبعدها تلاتين في سبعين. صح? اول خلاص هذه خمسينة. بايه دي هيكدة خمسين. خمسين دي تمشي لغاية فين? لغاية تين? لغاية واحد تلاتين. طيب والستة واربعين دي. اخليها ستين بس. معايا? وبعدين دي ستين. وخلي اللي بعدها دي سبعين. ودي سبعين. انتو اخدين بالكم انا انا بجيب الاركام ازاي? انا هكبر لكم بس برية شوية. اخدقي لكم عشان تفان اكتر. انتو اخدين بالكم انا بعمل اين? انا انا لقيت دي ستة وثمسين. محبتش احطها ستين. يعني قلت ستين ولاية لعليها. فخليتها سبعين. مبدئيا يا. ودي سبعين. تابو دي كام? تسعة وسبعين. لا ما تبقاش تمانين. تسعة وسبعين ما تبقاش تمانين. تسعين. تابو السبعة وتمانين. عاوستي خليها تسعين خليها. عاوستي خليها مية براحطة. تابو دي. خليها مية وعشق. لا لسه دي لما تكون خمس مرات. تمام? طيب. دلوقتي يا باش مهندس. انا دلوقتي طلعت انا لمقاشاة العمدان دي. امشع العمدان عمود عمود. من تحت الفوق. بالعكس بقى. ليه? لان فوق ده قليل اصلا كده كده ضايع يعني مش فاني معي في حاجة. هم الفين العمدان اللي ذاته تمام بالنسبالي. اللي من الاول ستينات. لان انا كده كده اقل قطاع فرض وانا كام? خمسين اصلا. فبالتالي مش هبصله اصلا لان كده العمود سيف. امص الاول. فين سي خمستاشر ده? سي خمستاشر. انا عامله كام? تلاتين في كام? في ستين. سي. ما فيش مشكلة. فين سي اتنين ده? ما انا عارف ان العمدان الجانبية انا عملها بمقاس والعمدان اللي في النص عملها بمقاس. مش هنا اتفقنا ان العمدان للكورنر هتبقى تلاتين في خمسين. والعمدان اللي في النص. العمدان الجانبية هتبقى تلاتين في ستين. والعمدان اللي في النص هتبقى تلاتين في سبعين او ثلاثين في ثمانين صح؟ ده مابدائياً كده؟ بغاية حتى ما جبنا بالإرية تمام؟ أنا دلوقتي براجع على اللي أنا عشتغلته بقى. أشوف العمود اللي عمداني اللي أنا صممتها دي ما أسها صح ولا ما أسها غلق؟ طيب تعالي على العمود اللي هو C13 ده فيه C13؟ ايدي C13 اهو راح فيه اهو العمود ده أنا عامله كام؟ أول وقت هو أطلع لي هنا سبعين وأنا كنت أعمله سبعين لأنه كان عمود في النص طيب العمود ده C17 فين C17؟ فوق اهو أنا كنت أعمله كام؟ سبعين أرجع أعدله ما أطلع تسعين اهو وأعمل نموذج تسعين طيب العمود ده اللي هو C14 ده فين؟ أعدله طلع مية أعمله مين طيب لا سيبك بقى من الشيرول احنا بس عشان عشان نشوف التصميم بتاعه مش تفرق معنا بحاجة طيب وسيه تمانية ده أنا كنت أفرضه بكام؟ بسبعين؟ أو تمانين؟ أرجع أعدله وخليه كام؟ متر وعشرة واكتب على كل عبود نموذج بتاعه تمام كده؟ ولا في مشكلة؟ احنا كده احنا خلاص سيب نبقى من ايه يا ميسوت خلاص؟ وبنحل دلوقتي باللاكشنات اللي جاي من على الساعة تمام؟ والله فكره بعد كده أحسب ايه؟ اقوله وأنا عاوز أحسب دل هو الايه؟ اسمي ده حاجة اسمها الفعلية بقى اللي انا هنفس بها وبعد كده أقول له ايه؟ بعد مختلف معي كده في حاجة? تطلع بالشكل ده كده. اقول له ان هو اقول له الاول البار اللي انا هستخدمه. والياب. اقول له ان انا هستخدم حديد كام? ستاشر. معي? البار ستاشر. تبقى القريق السليل بتاعته عبارة عن ايه? بساوي تلاتة واربعتاشر من مية على الاربعة في الرقم ده. في الرقم ده تاني. واسمهم على مية عشان دول بالملي متر. يطلع المساحة بالكام? اتنين. معنا عارفين اللي حد يجلس التاشر. مساحة تستخفيه اتنين. بس انا كنت عاوضة اصيب هالكوائي. تمام? ده تصميم العميدة. تصميم العميدة. لأ 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 لما طلع منها حاجة تانية خالصة. احنا الوقت على حمل رأسي بس. تمام? في حد عنده مشكلة كده في حاجة. اقول له نمبر اوف بار. نمبر اوف النمبر اوف بار. عدد الاسيخ اللي انا هستخدمه. ووسع دي شوي عشان دي عشان ايه? عشان الكتابة تظهر. ماشي? اقول له هيساوي النمبر اوف برده. هيساوي الاريا السيل المطلوبة على مساحة السيخ الواحد. ضغطة هنا وضغطة هنا. في مشكلة كده? انت. يبقى انا محتاج هنا سبع سيخ. طبعا انا مش هعمل سبع سيخ. وشوي. لازم يكون العدد عدد زوجي. تمام? ويقرب الى الاكبر. يبقى دي تمانية. وهلاقي التمانية دي ماشي مع الناس دي كلها. لغاية تاني. بعد كده ده كام? فيش تسعة مش هعمل لازم عدد زوجي. عشرة. طبعا العشرة دي تبقى? اتناشر. اتناشر. والتلاتاشر تبقى? ستاشر. خليكم كورة ما شوي. والالربعتاشر تبقى? تمانتاشر. والستاشر تبقى? تمانتاشر. او عشرين عشان ما تبقى ازاي اللي فوي. تمام? بعد كده لو انا عاوز اطلق اقول له بقى ان انا خلاص كده طلعت طلعت ايه? ده بس هسميه هنا ايه? فعلي اللي انا بنفس من خلاله. يبانا كده خلاص طلعت قطاع. طلعت قطاع وطلعت بي ودي. وطلعت عدد ايه? اسياف. عندي مشكلة كده? لأ. تعالوا بس نخلي شكل بتاعنا شكله محترم شوية. اعلم عليه كله كده. وبعدين اقول له ايه? اقول له تعالى من على كنترول واحد. اللي في كيبوردك. كنترول واحد. عشان يظهر للايه الفورمات. او كنترول واحد او. ان اعلم عليها كلها تاني كده. اعلم عليها كلها تاني كده. وتعالوا من الايه? من هنا? من هنا. من هنا. شايفين علامة السهم ده? يا اما كنترول واحد يا من علامة السهم. علم الاول عليهم. وتعالى على دي. واعمل لهم برواز محترم كده. اوكي? وتعالى خليهم كلهم مقاس واحد وليكن اربعتاشر. وخليهم كلهم تقال ما يبقاش في حاجة قيلة وحاجة خفيفة. تمام? وخليهم كلهم في النص عشان من منظر العام. وتعالى كمان خدوا بالكم من حاجة الكتابات دي ممكن ايه? ممكن انا صغر انا بقى شوية عشان ما بقى ودي برضو خليها كده حتى صغيرة. وتعالى على ده. شايفين علامة اللي ازاي ازاي اللوتوكات? تعالى كده من هنا كده. خليني ده كله زي بعضه كده. احسنوا دي تاني. وبعدين ممكن انت تكبر بقى دي احنا انتفقنا انا نتكبر دي عشان شكل العام ونغير حتى لكونت بتاعها ونخطي تقطها خط. ممكن بقى حد يجي يعمل امر لزيز قوي اسمه ايه? الكولم. في امر اسمه ايه? كونكاتينيت. ده بيكتب بيكتب الشكل بتاع العمود جنبه بعض. اقول له بيساوي كده حاجة اسمها كون كا ظهرت الواحدة ايه? ايه? اول ما تكتب كا زي اللوتوكات يظهر لوحدة. يقول لك عاوز تكتب ايه? اقول له عاوز اكتب البي. وبعدين يقول لك ايه? علامة الايه? الكومة اللي هي الواو. وبعدين اعمل حاجة اسمها اكس اللي هو علامة الفي يعني. ممكن اخليها حتى كابيتل. وبعدين كومة تاني. واقول له اكتب لي الايه? الدي ده. ده يعني لو انا عاوز اطلع يعني اجود بس بشكل شيء بتاعي. واقفل الكوز. بس هيبقى في مشكلة عندي ايه هو? هو ما بيعترفش بالحروف اللي ازا كان قبلها علامات تنصيص. فلازم اجيه كده اقول له ايه? حط هنا علامات تنصيص. اقول له انتر. علي كتب لي كده ايه? اجيه كده نازل ده كده كله مع بعضه. ايه يعمل لي كده لوحده? ادي كل عموده ما اسمه. من غير اي حسابات وانا غير اي حاجة اخوض. تمام? ممكن اعمل نفس الكلام في التسليح. اقول له ايه? واقول له هنا يساوي. اقول له هنا ايه? انا عاوز تمانية فاي ستاشر. يبقى اقول له ويساوي. بس انا عاوز علامة الفايل اول. اجيبها منين علامة الفايل? اجيبها من على انسيرت من هنا. اقول له هنا سيمبل. ادخلي هنا علامات. هلاقي هنا علامة الفايل موجود ايه? انسيرت. طبعا انا بقول لكم على حاجات بتجود الشغل. بس احنا احنا لغاية هنا الشيء بتاعنا خلص. انا بزودوكم بس في الشغل. بقول له هنا بيساوي. كون كاتينيت. كون كاتينيتين. وحطيلي الاول التمانية. وبعدين علامة الواو. وبعدين علامة العلامة بتاعة الفايل دي. وبعدين علامة الايه? الكوتر. وانزل بالكلام ده كله تحت كده. زي اللي. زي. تمانية فايل ستاشرة المفروض. احسابها الواحدة يعني ايه اللي حصل. اه اه. المفروض ان انا سبت علامة الفايل. فاكريني الحت المشكلة اللي احنا كنا رسا نتكلم عليها. بدل ما ينزل ياخدها علامة الفايل دي فوت تسبت. تسبت ازاي? دولار سين قبل ودولار سين بعد. انزل كده لها الضبط. ممكن انا واقف من هنا كده على دول. وعامل بالفرشة دي اللي هي زي الماتشي بروبيرتز اللي هي في ظرفهم هنا. وقول له ايه? خليلي دول كده زي دول. ممكن انا اقف هنا دول كده. حتى انا اقف على الخليج من فوق خالص كده. وقول له ايه خليلي دول زي يوم كده. دخلوا الجات والمعي. بقى عندي كل عمو تسليحه. قطاعه وتسليحه قطاعه وتسليحه قطاعه وتسليحه. محتاج انا حاجة تاني? خلص كده. انا عندي كده شي بتاعي كلس. اقول له كنترول اس. لا? لا لا. كنا بنفرضها على طول. اه? اه? سبعة فايلة. واحدة 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 واحدة. حد عنده مشكلة كده في تصميم العمدان? مشكلة مهم انت تحفظيه? انا حتى لو ضع مني اعرف اجيبه تاني. مهم انتو تحفظوه. عندنا كده مشكلة في حاجة هنا في الاكشنات. اخش بعد كده على تصميم الايه? الكاميرات. اصمم الكاميرات ازاي? بسهولة شديدة كده. اقول له هنا شو قول? اقول له هنا سيليكت. تركز هو معي سيليكت سيليكت بروبيرتز. واختار لي ايه? فريم سيكشن. واختار لي البيم اتناشر والبيم خمسة وعشرين. اعاوز اللي السيف اختارها كمان سيليكت. وبعدين ايه? كليك يمين شو سيليكشن ايه? اونلي. هتلاقي اختارها اولاك. اللابل ظهرة. خش من هنا واضفيها. ظهرت عندي شكل اهو. تعالي بقى من علامة الفريم. اقول له هاتلي الفريم. احنا بيجيب كام? تلاتة تلاتة. واختار حالة الايه? اقول الالت متوعها تنسى. عاوزها بالفيل ولا انا عاوزها اقول له اوكي. بتظهر ازاي بالسلي دي? هاجي كده لقيه كل كاميرا كاتب لي عليها المومنت بتاعها كام. تعال كده المومنت هنا كام? خمستاشر خمسة وستين. ده بتاعني كاميرا اللي احنا حلناها مع بعض. ما دي كاميرا يا بيتو. فاكرينها? واحنا كنا بطلعينها كامل? حد فاكر. طور بيت اهو. اهو رقم وريب جدا. واحدة واحدة كده. كانت طالع كام? كانت طالع تمانتاشر وتبانية من عشر. ريبة جدا. مدام في حدود الخمسة وعشرين في المية فوق والخمسة وعشرين من مية تحت. يبقى الرقم ضريب جدا. طيب خدوا بالك من حاجة. طيب هي ليه باش مهندس مش طالع الرقم بالزبط? لان الحقيقة ان عليها ان فيه نيكاتف مومنت احنا فرديت منها كاميرا سيمبل. لكن هي الحقيقة ان نجيه فوق العمود نيكاتف مومنت سحب جزء من البوسط. تاهمين? يعني فيه جزء من البوسط بتاتسحب. راح ناحية النيكاتف. معينها في الحقيقة هي كاميرا سيمبل. بس هو الطبيعي ان يجي ايه? يجي نيكاتف فرصة على العمدان. تمام? كده الكاميرات بتاعتي بشكل كبير. تعالوا بص على الكاميرا دي. الكاميرا دي احنا اعطاك دي احنا ركضة صممنا. شفتوا كده هتلاقواها كام? تسع وشوي. قريب جدا من احنا طلعناها بالمناسبة. لو انتم رجعتوا الكاميرات هتلاقوا الى حد كبير قريب. هي بالامانة اللي خلى الموضوع ده قريب ان احنا عرفنا الموضيفير بتاع البلاطة قليل جدا. فخلها عرامة كل الحملة على الكاميرات. فالحل بقى اقرب الى المانوال. حل المانوال غير منطقي. بيتبقى مشكلة واحدة بس ان النيكاتف بياخد في تأثيره النيكاتف مومنت. احنا ما كناش كاميرا كتيرة قوي عملناها سيمبل. فبالتالي هو ده اللي ممكن يعمل بعض اختلاف النتائج شوية زيادة فوق او زيادة او او قليل يعني. بس في الاخر احنا خلاص نطمننا ان النتائج صعب. عاوز اظهر الكاميرات بتاعتي كلها اعمل ايه? اقول له فيو. اسهل طريقة لازهار الكاميرات. حمل الكاميرات. فيو. وقل له هنا دي اكس وواي. وخلي دي بخمسة واربعين عشان شكل الشكل بتاع الحمل نفسه يزهر معي. بس كده زهر الحمل معي اقرب على اي حملة هلاقي الحمل موجود. ممكن ناجي من هنا من علامة الفريم دي. وقول له فريم. وبدل ما هي اوتوماتيك كبر شوية. بدل ما هو هو واحد ده رقم كبير جدا يعني. ممكن نخليه مسلا ايه? واحد من عشر. اوكي? لسه زي ما هو صغير. اكبره شوية. اقول له هنا فريم وخلي الواحد من عشرة دي كام? اثنين من عشرة. ابدأ الاول بواحد من عشرة. كبر صح? بقى واضح احسن. ممكن كمان تزود عن كده شوية كمان. تيلي على الفريم دي. وتخلي دي بتاسمان تلاتة من عشرة. اعطاكت كده احسن كتير. انا انا كأني باصس في دي بس باصس في الدجاية اكس وواي. هي دي اللي انا جبتها من ايه? من ابصر كده على الكاميرات. طب انا بقى يا باشماندس خلاص انا عرفت بقى انك انت انا عرفت خلاص انا عرفت ان انا صممت العمدان. عاوز اصمم الكاميرات. قبل ما انا اصمم الكاميرات احنا جبنا الاكسلان بتاعتها. تعال ونشوف لوحة المحاور العمدان هتعمل ازاي? اول لوحة عندنا في الايه? بالشور بتاع. ازاي بعمل لوحة المحاور? مش انا صممت العمدان خلاص وطمنت عليها وجبت اكسلان. تعال نشوف نرسم. اولا انت حطيت العمدان بتاعتك على المعمال. تمام? وما على المعمال مقس كل عمود جديد. يعني العمود دا طالع ثلاثين في متر رسمه ثلاثين في متر دا طالع ثلاثين في سبعين رسمه في ثلاثين بس على 1 الروحة عالمعمالي. واخد نسخة منه تاني على الارضي واربطو مع بعض بالبいやقص Jorge . ايه احنا اتعلمنا مع بعض عشان ايه ما فيش حاجة منك تتحرك يمين ولا تتحرك الشمائل. العمود دا طالع مقس كزا ارسموا يعني عمود دا كده مثلا نيه – وليكن مثلان. هو طالع معنا فاكرين ده العمود ده اللي كان طالع متر وعشرة تقريبا. خلاص ارسمه بمقاسه متر وعشرة. وزبط الاتجاه بتاعك. وزبط شغل بتاعك بحيس ان ايه? ادي بصك. ادي كنترول زي? او كان مقاسي. ادي العمود اهو. وزبط كمان الهاتش بتاعه. عليه. خلاص كده? زبطت كل العمدان. وخدت منها نسخة وما فيش مشكلة كده كاسات بمقاسها. اعمل ايه? احط الاكسات. احط الاكسات بتاعتي ازاي? انا خلاص ازبطت لدينا على وضعها. كاسات كالسيستم بتاعي. احط الاكسات. الاكسات? الاكسات جرى العرف على ان الاكسات بيكون في نص الحيط. الاكس بيكون في نص الحيط. اجي على كل نص حيطة او نص كاميرا عندي وحط ايه? اكس. احط اكس. طب افرد مثلا اكس كاميرا زي دي. معلاش اكس. معلاش عمود. احط الاكس? اه يفضل انت تغيروا الاكسات وتنكعت ان تقولها تاني على المعملات. تمام? حطت هنا اكس هون. ملحوظة تانية مهمة. يفضل ان لون الاكس بتاعك يكون رمادي عشان ما يدائقش في منظره. الالوان الصفرة والحمراء فقع بتضايق العين. فبتلغبطكوا في شكل الاكسات. فالاحسن انتوا تخلوها باللون الرماية جهده الاوار الصفرة لان انا ارو دا. بعد كده تحط كل اكس على كل عمود. بشرط. طب افرض انا مسلا اكس زا دة. انا واخدي بالكوا الامر اكس دة. جي قطع العمود مثلا. اكس دة. لقيته قطع العمود دة من هنا والناحية واقطع من هنا في ناحية. ولا فرق معاها. يعني قطع العمود هنا في نحة وقطع هنا في ناحية. مش فرقة معاية. مغن اقاطع عمود وخلاص و Ł極تها. اكس ده قطع عمود. طب الاخ Moore قطعش العمود ده. مش ضروري. هباخد منه معاياس منه وخلاص. نص الحيطة. باخد نصها يبقى الاكس على بعد ستة سنتي ونص. لان كنت ربما تكوني غيرتي اماكن العمدان. خلاص يوم باخدي الاكسات زماني. تمام? خلاص اكسات كده اتحطت? حطت الاكسات بتاعتي. على المعمال او على الاكسات على المعمال صح? ارقامها. الاكسات الرقصية تتركم بحروف. الافك يتركم بارقام. اقول الالف بهجيم ده العين سين صوت ده العين لازم رباني قويكم. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة زمان طرزين. ارقامهم. ماشي? بالشكل اللي انا عمله ده. بعد ما ارقامهم ما اعمل ايه? اخد مقاساتهم. مقاسات صغيرة من تحت ومقاس كبير عليهم من فوق. مقاسات صغيرة من تحت ومقاس عليهم كبير من فوق. من الاربع اتجاه. شايفين شكلها منظم زي? وهي راعة. ان الماسافة اللي انت اوخدها من هنا بالشكل كده تكون قريبة من هنا. عشان اللوح يطلع شكلها محترم. والماسافة اللي انت اوخدها من فوق من هنا تكون زي اللي انت اوخدها من هنا. عشان لوح يطلع شكلها كويس. لو انا بعد كده شوية بسيط على لوحة دي هتلعو لوحة الشكل العام بتاعها منتظم. شايفين كل الدوريات دي في مستوى واحد. طب انا خليت لك مستوى واحد ازاي? ان انا عملت مستطيل خارجي. انا عملت ايه? عملت مستطيل. جيت كده عملت حوالين الرسمة بتاعتي. ماشي? وعملت منه افصة اتنين. يعني رقم ثابت. اتنين متر يعني. اهو. افصة اتنين. وبدأت احط حواليهم الاكسات. بحيس الاكسات كلها تطلع كبعد واحد من الرسمة. يبقى شكلها في الاخرى شكل واحد. محترم. تمام? خلاص حطيت كده. اعمل لوحة المحاور والعملان ازاي? اما جاي مطفي كل حاجة. ليه? اف. مطفي كل حاجة مع عدل ايه? مع عدل الاكسات والعمل ده? ادي ليه? اف. كيزا بس معي. وطفل دول انا مش هكتاجهم في حاجة. ابقى ايه? ابقى اللوحة دي بس. اخد منها كبعد كده. في اي مكان. وقل له هنا ليه تاني. واخد كمان عليها كمان. اخد عليها. ممكن اخد عليها كبعد. وطبعا كم من نمأ كم من نمأ رسمون ليار واحدة فشكله مش واضح. خدت العمدان خدت العمدان بتاعتك. ده خطين زيادة. تعال على كل عمود. تعال على كل عمود. وخد خد في من الاكس للعمود. وداي منشا من الاكس للعمود في الاتجاه. زي ده كده. تعال كده شوف العمود ده. العمود ده يبعد على الاكس هنا بكام ويبعد على الاكس هنا بكام. ويفضل انك توحد الاتجاه. يعني انت بتاخد المساعد كلها شمال لفوق. ما تجيش بقى في عمود تلاقي عمود شمال لفوق وعمود تاني لا تحت. لا خلي شكل رسبب بتاعك كله بشكل ايه? منتظم. خد بعد كل عمود عن الاكس بتاعه. تعال على العمود ده. بعد كل عمود عن الاكس بتاعه. تعال على العمود ده. بعد كل عمود عن الاكس بتاعه. فين العمود اللي كنت تقول لكم عليه? لو ما قطعش اكس ولا فرق معي في حاج. هو كان قطع اكس راسي بس ما قطعش اكس ايه? الافقي. رحت انا واخد بعد من الاكس لايه? الافقي. مش ضروري يقطعه ولا فرق معي في حاج. طيب. فين تاني. عمدان فين تاني. العموز هي ده. عموز يا ده الاكسي قطعه فين? هو قطع العمود ده? في نص وعادي. لكن جي على ده راح قطعه فين? قطعه في النص في شكل وحش ولا فرق معي في حاجة. مش شكل وحش ورعاك. اخد برضو دي ملشا منه من بداية العمود او من طرف العمود لغاية الايه? الاكسي بتاعي ويطلع عزمات لعشان الناس لما تيجي تنبس. اه يجي زي ما يجي بقى في اي مكان. تمام? اخد كل دي ملشا بتاعتي بالقاطر المكاني بقى شكلها منتظم. بعد كده اعمل ايه? اعمل النمازج. عين واحد كذا. عين اتنين كذا. عين ثلاثة كذا. عين اربعة كذا. كل نموز انا عملتوا. اختب عليه كده عين واحد تلاتين خمسين. عين اتنين تلاتين في ستين. عين مش عارف كذا تلاتين كذا. وهكذا. تمام? عين مش عارف كزا ده مقس وكزا. بقى عندي مسلا خمس ست نمازج عمدان اقول كده ان البادروم والارضي. لو انا ما عنديش بدروم وارضي وارضي واول. اول وتاني تالت علوي. دول الخمس دوار بتوعنا او ست دوار بتوعنا. النموذج عين واحد تلاتين في ستين وتسليحه. عشرة في ستاشة. عمود اتنين تلاتين في سبعين وتسليحه. العمدان لسه مطلعها من الاجسل. عين تلاتة عين اربعة عين خمسة عين ستة. كل نمازج العمدان. واعمل لها رسمة تفصيلية زيها من تحتها. اقول ده العمود ده عين واحد تلاتين في ستين. ورسمته كده وكانته كده. تب كبتها منين دي? من ملف الديتيل اللي انا رفعه لكم. ملف الديتيل ده هتلاقي كل مقسات العمدان كل عمود ليه مقاس وليه شكل التسليح بتاعه. يبقى انا كده عملت ايه? خلصت روحة المحاور اللي عمدان. بمنتهى الشاكة واكتب جنب تحتها دي اسمها لوحة الايه? المحاور اللي عمدان. كل عمود مقاسه. اه. مفدع? اه. حتي بعد اتعداداته دي. اكتب كل عمود دعين كزا ودعين كزا ودعين كزا ودعين كزا. بالنمازج. عندي اربع نمازج يبقى اربعة عين. تلات نمازج يبقى ثلاث عينات. واحد كده روحة المحاور روحة المحاور اللي عمدان بتاعتك خلصت خلص. بشكل بتاعها. استطيق اما انا روحة المحاور اللي عمدان بالجداول بتاعتها. بالتسليح بتاعها. تمام?